التعليم الفني اللي في الفترة الأخيرة فيه اهتمام كبير جداً من الدولة به ونقدر نقول إن النظرة للتعليم الفني اتغيرت كتير عن زمان وده بسبب التطوير اللي حصل فيه التعليم الفني وكمان حاجة سوق العمل لخريجي التعليم الفني النهاردة هنعرف عن المجال ده أكتر إيه الكليات المتاحة للطلاب وكمان فرص العمل المنتظرة خريجي التعليم الفني هنعرف إيه أكتر المجالات المطلوبة في سوق العمل ولكن اسمحوا لي في البداية أن أنا رحب بضيفي اللي منورني في الستوديو ولأول مرة على شاشة قناة الناس الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الفني والتكنولوجي أهلا بيكم نورني أهلا وسهلا يا فن يعني التعليم الفني خلينا بشكل مبسط في البداية نعرف الناس يعني إيه تعليم فني في مرحلة الجمع طيب يعني كواسي نحن نبتدي بالسؤال ده لأن فعلا الصورة النمطية اللي موجودة عندك كتير من الناس أنه هو التعليم الفني مقتصر على مرحلة ما قبل التعليم الجامعي وده فعلا كان هو اللي موجود في مدارس التعليم الفني والإعداد المهني اللي هو بأخره لحد الدبلوم المدارس السنوية الفنية نعم الدنيا اتغيرت كتير يعني وبقت المهارات المطلوبة للناس تعيش بها هو إيه التعليم الفني عن التعليم العادي التعليم العام العادي اللي هو بيدرس العلوم الأساسية الرياضة ولغة وغيرها مواد علمية ومواد علمية ومواد أدبية بيدرس أصل أصل الفهم المادة والمقرر أصل كل حاجة لكن التعليم المهني هو ما يختص به المهارات الأساسية للازمة للحياة زي كده ما كان أولادنا زمان بيدرسوا مثلا بجانب التعليم العادي مثلا البنات بيدرسوا الطبخ والمهارة والأولاد بيدرسوا الزراعة وبعض المهن المهن اللي هي اللازمة ما بقيتش بس هي فقط دي المهن اللي موجودة وإحنا يعني عاوزين نعلمها لا بعد دلوقتي الكمبيوتر بقى من ضمن الحاجات اللي عدم تعلمها يسبب أمية أجهزة كتير جدا بنتعامل معها بالذات أن إحنا دخلين على ما يطلق عليه المدن الذكية الموجودة في العالم كله التحكم في نظم التدفئة والتبريد ومع التغير المناخي فبقيت فيه وظائف كتيرة جدا مهاراتها ما بقتش بسيطة في مستوى أننا زراعة أو طبيق أو طبعا تعليم الفن في مصر منقسم في المراحل العادية إلى اللي احنا عارفينه اللي هو زراعي وصناعي وتجاري لهم الأربع حاجات الأساسية اللي بتطلع بهم النتاج حتى دايما معالي وزير التربية والتعليم التعليم الفني مطلع النتاج قريب فدايما هما دول الأربع حاجات التأسيمات المعروفة لكن دلوقتي في التعليم الفني وإذا ما بقول لحدك كده الدنيا بقت أصعب والمهارات بقت أصعب فالاكتفاء بمستوى التعليم السنوي الفني ما بقاش كافي بقت الدنيا أكثر تعقيدا ومطلوب تخصصات ما كانتش موجودة التعامل مع وسائل النقل والمواصلات واللوجستيات بتاعتها بقت وظائف كتيرة كل شيء بنتج الطاقة الجديدة والمتجددة طب مين اللي حيقدر يكشف يعمل إصلاح وصيانة مثلا محطة اللي التربينات الهوائية التنظيف السولر بطريقة منتظمة العمليات العادية بقت مطلوب لها مهارات لازم تكسبها نتسبها ونقدر نتعامل معها ويتعامل برضو مع كل جديد في العلم الحاجة اللي تعلمها السنة دي ما بقتش كافي هتعايشه أربعين سنة لحد ما يطلع معاش لازم كل سنتين تلاتة يطلع على مزيد وياخد دورات في مجال المهنة وهو ده اللي بيخلي أن التعليم المهني انتقل إلى مرحلة أنه هو بقينا درجات ما وفوق التعليم ما قبل الجامعة ندخل في الجامعة احسنًا